الغارات بمحيط الموصل ذكرت أهالي المدينة بحرب اعتقدوا أنها ولت بعد أن قصفت طائرات التحالف مواقع تابعة لتنظيم داعش بقضاء مخمور بجانب المدينة مؤكدة بذلك هواجس الأهالي والمسؤولين التي حذرت مرارا من عودة داعش بهدوء إلى الموصل تأتي هذه الغارات بناء على معلومات استخباراتية قدمتها القوات الأمنية العراقية للتحالف عن ثلاثة مواقع تابعة للتنظيم في سلسلة جبال عطشانة في الساحل الأيمن من الموصل العملية كشفت أيضا عن موجود العديد من الأوكار الجبلية التي يتمركز فيها التنظيم بالإضافة إلى العثور على كميات كبيرة من السلاح يستخدمها داعش بين الفينة والأخرى في تنفيذ هجمات زادت وطيرتها في الفترة الماضية حيث أثار هجوم التنظيم على مطعم مكتظ في الموصل مخاوف السكان من عودة شبح التنظيم خاصة وأنه يعد الأول من نوعه منذ سيطرة القوات الحكومية على عاصمة داعش المزمعة في السابق وكان مسؤول كردي كشف الأسبوع الماضي عن دخول ما لا يقل عن 300 عنصر من داعش قادمين من سوريا عروب تاجدين العربية